لم يكن مفاجئاً أن تشهد الانتخابات المبكرة في العراق حالات العزوف والمقاطعة أسوةً بما شهدته الانتخابات الماضية فضلاً عن الخروقات الفاضحة التي ينقلها نشطاء ومراقبون بالصوت والصورة الانتخابات التي أجريت واستحالت من الغضب الشعبي حملت معها صراعاً محموماً بين القوى الطامعة في ترسيخ نفوذها بعد أن فقدت رصيدها الشعبية تماماً عقب ثورة تشرين وكالة رويترز أكدت في تقرير لها عن العراق أن العراقيين يقاطعون الانتخابات بعد فقدانهم الثقة تماماً بالنظام السياسي الحالي القائم على المحاصصة الطائفية ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين قولهم أن هذه الانتخابات لن تغير من ميزان القوى الحالية في العراق مشيرة إلى أن حملة الاغتيالات والتهديد من قبل الطبقة الحاكمة التي سبقت الانتخابات دفعت النشطاء إلى مقاطعتها وهذا ما ذهبت إليه أيضاً وكالة فرانسي بريس التي أكدت أن الفساد المزمن وسطوة الميليشيات يضعفان الآمال بإمكانية التغيير في العراق على الرغم من محاولة الكاظم وشركائه تسويقها على أنها فرصة تاريخية من أجل التغيير والإصلاح ما يزيد من عوار هذه الانتخابات هو محاولة الميليشيات المسلحة إحكام قبضتها على البرلمان المقبل وفقاً لما تقوله وكالة أستشتة بريس التي تؤكد أن تلك الميليشيات المصنفة على قوائم الإرهاب وضفت المال السياسية للوصول إلى صناديق الاقتراع على مرأة مفوضية الانتخابات ولعلى ذلك ما يفسر موجة العنف التي رافقت عمليات الاقتراع منذ بدايتها والتي أدت إلى مقتل جندين وإصابة آخر في محافظة ديالة فضلاً عن العراق المتكرر بين أنصار المرشحين ما يؤكد أننا أمام ترجمة مبكرة للتصريحات أحد خطباء التيار الصدري الذي أكد أن رئاسة الحكومة المقبلة إذا لم تكن لهم في الانتخابات فإن لديهم وسائل أخرى رئاسة الوزراء صدرية بالطرق السلمية وإذا ما صالت بالطرق السلمية عندنا طرق لابد أن تكون لنا رئاسة الوزراء وسائل ستكشف عنها الأيام المقبلة بعد أن ينقشع غبار المعركة الانتخابية عن صراع مستدام يتقاسم فيه المتنافسون غنيمة المناصب والامتيازات ويبقى الشعب يعاني ويلات نتائجها وتداعياتها الكارثية